هم اول من استقر في فلسطين اذا بداية فلسطين وبداية الاستقرار في فلسطين ليس لليهود اليهود وين بعد ذلك بقرون فاول بداية كانت لقبائل عربية هاجرت من جزيرة العرب وانتقلت الى فلسطين وانقسموا اقساما فكان منهم الكنعانيين وقد سكنوا في سهول فلسطين ومنهم اليبوسيون وهؤلاء استقروا في منطقة القدس القدس لم تبنى لكن في تلك المناطق بدأ استقرارهم واما الفينيقيون والعموريون فسكنوا في الجبال فهذه بداية الهجرة الواضحة والاستقرار البشري في فلسطين ولذلك في تاريخ المؤرخين وعند علماء الاثار تسمى تلك الاراضي ارض كنعان وكذلك جاء هذا في الكتب السماوية ومنها التوراة والانجيل لم تسمى ارض يهود ولم تسمى ارض بني اسرائيل ابدا اين بني اسرائيل اين بنوا اسرائيل من فلسطين فيما بعد بعدة قرون اول بداية لقبائل عربية هاجرت الى هناك واستقروا هناك وكل الكتب التاريخية تشير الى انها ارض كنعان طبعا مع الايام تغيرت اللغات في البداية لغة اهل الجنة كما ذكرت في قصص الانبياء واول ما نطق به ادم عليه السلام كان اللغة العربية وهي لغة الملائكة لكن مع الايام بدأ اللسان يتغير وبدأ الناس يتغيرون في السنتهم وهذا من ايات الله عز وجل واختلاف السنتكم والوانكم من الايات فتغيرت الاسنة ما كانوا ينطقون باللغة العربية لكن بالتأكيد ما كانوا يهودا ولا كانوا من بني اسرائيل فان كان احد يريد ان يرجع المسألة الى الاف السنين السابقة فالمرجع هو هذا الى التاريخ الاقدم وهو انهم كانوا من جزيرة العرب تعرفون في قصة يوسف عليه السلام قد اخذ عبدا الى مصر فاقام في مصر اقام هناك في مصر ثم تعرفون كيف تطورت اوضاعه الى انصارة عزيزة مصر يعني وزير يتحكم في مصر والقصة الشهيرة ما حدث له بين اخوته في نهايتها انه قال ائتوني باهلكم اجمعين فهاجر بنو اسرائيل بنو يعقوب عليه السلام وآل يعقوب عليه السلام هاجروا من فلسطين وانتقلوا الى مصر واقاموا هناك فلم يعد لبني اسرائيل وجود في فلسطين صحيح هو بنى المعبد لكن تركوا هذا المكان وهاجروا الى مصر واقاموا في مصر عدة قرون في مصر طبعا بعد يوسف عليه السلام المصريون استعبدوا بني اسرائيل صاروا عبيدا عندهم وكانوا يسخرونهم في بناء الاهرامات والمسلات كانوا هم الخدم كان هم العبيد فاستذلوهم بعد العز الذي كانوا فيه في ايام يوسف عليه السلام اذا لم يعد لليهود بني اسرائيل لم يعد لهم وجود في فلسطين وانما صار وجودهم لعدة قرون في مصر وظلت فلسطين يعيش فيها ويقيم فيها من اساسا يقيم فيها اهل فلسطين اليابوسيين هؤلاء اليابوسيون العرب الذين جاءوا من جزيرة العرب هم الذين كانوا في فلسطين اذا دعونا نقف وقفة هنا اولا ابراهيم عليه السلام مهاجر ليست هذه ارضه و ابناء اسحاق واسماعيل عليه السلام صحيح ولدوا هناك لكن اسماعيل ترك وذهب الى مكة كما تعرفون واسحاق عليه السلام بقي في فلسطين وكانت ذريته من ذرية يعقوب عليه السلام كلهم تركوا يعقوب لم يخرج وحده خرج معهم جميعا واتوني باهلكم اجمعين فخرجوا جميعا من فلسطين اذا كم اقام بني اسرائيل في فلسطين ما اكملوا جيل واحد في جيل يعقوب عليه السلام ولدوا عاشوا هناك وتركوا تلك المناطق وذهبوا الى مصر فكيف يقولون هذه ارضنا على كل حال اذا في الاصل التاريخي هذا هو الاصل التاريخي وهذه مسائل ثابتة في التاريخ لا نقاش فيها وانا لم ارجع فقط الى المراجع العربية في ذلك بل رجعت الى الكتب المقدسة ورجعت الى كتب التاريخ الغربي وكلهم يجمعون على هذا فاي حق لهم في فلسطين يقولون نحن قبل العرب فيها كلا بل هم مهاجرون اليها من قبل ومن بعد من بعد لما هاجر موسى عليه السلام من مصر ومعه بني اسرائيل هاجروا هجرة اخرى الى فلسطين فدائما يأتونها مهاجرين اما اهل البلاد الاصليين فكانوا الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية انا اطلت في هذه القضية قليلا لاجل ان بعض الناس وقد سمعت بعض المسلمين يشككون انما هذه ارضهم قبلنا كلا لم تكن ارضهم ابدا بانما الذين جاءوا من جزيرة العرب هم اصحاب الارض الاصليين ودائما هؤلاء جاءوا مهاجرين اليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة